من المعروف أو نقول دائما أن طول كريم فيها حوادث كثيرة فيها إصابات كثيرة الشوارع مؤهلة غير مؤهلة وهذا ما نتطرق إليه بهذه الفقرة ويسعدنا أن يكون معنا في الستوديو الرائد ماهر جبر مدير مرور محافظة طول كريم أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك صباح الخير وبمناسبة عيد الأضحار المبارك نتقدم بأحر التهني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحار لشعبنا وخاصة في محافظة طول كريم ونتمنى الله عز وجل أن يأتي العام القادم في ظل دولتنا وشلسطينية المستقلة وعاصمة القدس الشريف إن شاء الله زميلنا ماهر قبل أن نخوض في الحديث وفي كل التفاصيل لابد من تسليط الضوء على هذا التقرير الذي هو من إعداد الزميلة وفاء زيدان وطبعا كان في التصوير المخرج لهذا البرنامج برا عمر نسلط الضوء على هذا التقرير وخاصة في دير لغسون وهو التقرير كان مهم وحظي بمشاهدة كبيرة جدا أيضا إذن كونوا معنا مشاهدين العزاء في هذا التقرير ثم نعود إلى ضيفنا لتسليط الضوء على هذه المنطقة وهذا المفرق هل هو مفرق القتل والقتلة وحوادث كثيرة بهذه المنطقة وكيف يمكن علاج هذا الموضوع إذن مشاهدين العزاء هل فعلا نستطيع الخروج من هذه الأزمة بهذه المنطقة من محافظة طول كريم وتكون طول كريم خالية من الإصابات خالية من الحوادث خاصة ونحن مقبلين على عيد الأضحى المبارك إذن مشاهدين العزاء كونوا معنا في هذا التقرير خلال العام 2011 وصل عدد حوادث السير على مفترق الشارع الواصل بين قرية ديرلغصون وعاتيل والمسمى بمفرق القتلى إلى حوالي عشرة حوادث أودت بحياة مواطنين كثر إذ تنجم هذه الحوادث نتيجة مشاكل في التصميم يعاني منها هذا الشارع والتي تتمثل بالميلان الخاطئ للشارع منذ بدء إنشائه الذي بدوره أدى إلى اتخاذ خطوات وإجراءات سريعة من قبل وزارة الحكم المحلي للحد من حوادث السير الحل السريع والطارق اللي كان لازم نتخذه خاصة ونحن مقبلين على عطلة العيد بتزيد الحركة الناس وتواصلهم مع بعضه وممكن يكون في زيارات من خارج المحافظة متكررة بما يعرفه الشارع وطبيعة الخطر اللي قائم عليه وبالتالي كنا مضطرين بتعاون مع بلدية ديرلغصون باتجاه أنه وضع مطبات أو حفر الشارع بشكل أو بآخر قد لا يكون يعني مأخوذ في المواصفات المطلوبة بالتمام لكن كنا مضطرين على اتخاذ خطوة مثل هذا النوع تركيب عواكس على الشارع حفر الشارع عبر أربعة مقاطع وضع إشارات مرورية تم تركيبها أيضا وضع علامات باتجاه أنه في مطبات في هذه المنطقة لتفادي ما أمكن تلافيه باتجاه ما يقع حوادث أخرى على هذه المنطقة من الشارع إنشاء المطبات الصناعية وفق المقاييس والمعايير من أجل تخفيض سرعة السائقين لم تنجح بالشكل المطلوب لذلك ارتأت شرطة المرور إلى اتخاذ احتياطات أخرى للحفاظ على سلامة وحياة المواطنين في الحقيقة احنا بلغنا الجهة المعنية أنه منطقة الرجرجة غير مطابقة للمواصفات ووعدوا بالتعديل فورا يعني تعديل منطقة الرجرجة لأنها فعلا مش مطابقة للمواصفات منطقة الرجرجة الأمبورة تم وضع إشارات بتحدد منطقة الرجرجة وتحديد السرعة في الموقع التي هي منطقة المفترط من أجل المحافظة على السرعة القانونية المواطنون والسائقون الذين يمرون ويعملون على هذا الخط الواصل بين دير لوصون وعدتيل عبروا عن استيائهم من عدم المبادرة بالعمل المخطط له والصحيح للإجراءات المتخذة على حد تعبيرهم بالنسبة له الموقع هذا أنا بالنسبة غلط لازم يعملوا مطابات فوق ومطابات تحت على أساس تخفف السرعة صح بصير حوادث هنا شاشو بس لازم الرجرجة غلط أنا شو بدي أعرف أنه فيه رجرجة هنا حتى لو كاتبوا قارما فيه منهم يكون مسرعيا بتسبب بحوادث هذا ضمان للسيارة وليصح بالسيارة بخار بالسيارة الصح لازم يعملوا شارع واسعوا الشارع صاعدين للي طالع وصاعدين لنازل اللي يفتشر فيه مجرم أشتر من اللي يخطط للشارع من الأساس يعني هذا الشغل نحن نستطيع شغلنا بس للتصليح البعالج الموقع فيه بكلبان الشارع في التصبيحة الشارع مش بيخرج للشارع مثل ما هو بيخلي واحد بيجي من الخليل يكتل حاله هون أنا بعرف الشارع لكن فيه غير بيعرفيش المواطن لا يعارض تقليص حجم الحوادث على هذا المفرق إلا أنه يرفض فكرة تصويب الخطأ بخطأ أكبر منه والجهات المسؤولة ترد بنية إعادة إجراء تعديلات على هذا الشارع لما بعد أيام عيد الأضحى مباشرة ليبقى الانتظار هو الفيصل لحل مشكلة هذا المفترق وفأزيدان تلفزيون الفجر الجديد طول كرم أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين نتواصل نحن وإياكم ومن جديد نرحب بضيفنا الرائد ماهر جبر سيد ماهر نتحدث ونبدأ حديثنا عن هذه الحوادث وعن الشوارع ونبدأ من خلال هذا التقرير من دير الغصون الشارع الذي يذهب إلى عتيل وعينك في الناظر مثل ما شفت يعني ما هو تعليقك صحيح شارع دير الغصون هو من أخطر الشوارع الموجودة في محاوط طول كرم حيث وقع على هذا الشارع تقريبا 13 حادث السير كان نتيجتها أربع وفيات في شارع دير الغصون نحن كشرطة مرور أو كشرطة محاوط طول كرم ممثل بسيد مقدم معروف البربري تم رفع عدة توصيات وعدة توجيهات إلى الجهات المعنية ومن ضمنها وزارة الأشغال ووزارة الحكم المحلي من خلال لجنة السير المحلية من أجل الإصراع بإعادة تأهيل الشارع مش فقط في حل جزئي يعني كما شاهدنا في التقرير هو حل جزئي يعني مش رح حل مشكلة بحد ذاتها حيث أن هذا الشارع من أخطر الشوارع كما ذكرت سابقا خاصة بالمنعطف المؤدل لمفرق دير الغصون يعني المشكلة مش في داخل مفترق نفسه المفترق يعني كل الحواث اللي وقعت عليها تقريبا حادثين بينما 11 حادث سير وقع على المنعطف يعني يجب إعادة تأهيل الشارع بشكل كامل مش بشكل حل جزئي يعني حل جزئي مش رح يساعد أو يخف محوات التسير على هذا الشارع وكان فيه قبل أسبوع توصيات وتوجيهات من وزير الحكم المحلي كانها من خلال مقابلة صباحية على راديو فلسطين أعطوا توجيهاته لوزارة الحكم المحلي في منطقة الشعروية ودير الغصون في البلديات من أجل معالجة الموضوع وطرح عطاء من خلال وسائل الإعلام من أجل إعادة تأهيل هذا الشارع ونأمل من الله عز وجل أن يكون إجارات سريعة في العام القادم يعني يسير المواطن بكل أريحية وما يعرج حال له لحوات التسير يعني من خلال ما هو ملاحظ يعني الحل مثلا أو حل جزء بسيط من هذه المشكلة رأينا أيضا تأثير عكسي مثلا على السيارات وأصحاب السيارات وتذمر أصحاب السيارات من هذه الشوارع لما يلحق من ضرر السيارة إحنا كانت توصياتنا وتوجيهاتنا من قبل إدارة المورو في شرطة محطة الكريم بأن تكون هناك منطقة رجرجة ولكن ليس بهذا المنظر الذي رأيناه لحيث تم الأعمال بشكل فردي من قبل بلدية دير لغسون أو من جهات ضوئة اختصاص لكن إحنا كانت توجيهاتنا وتعليماتنا بأن تكون منطقة رجرجة وهي معروفة لكل السائقين تكون على قدر 10 متر تقريبا من أثجل تخفيف سرعة السير مع وضع شواخص مرورية ووضع حواجز مرورية على داخل المنعطف أما بما رأيناه إحنا ضد ما رأيناه حاليا بالتلفزيون بما يعكس بأثر سلبي على المركبة وصيانتها يعني إحنا كنا من أن نقدر أصحاب المركبات العمومية يعني مستمرين على الخط سواء ذهاب أو إياب بأثر على مركباتهم نعمل إعادة النظر بمن قام بهذا العمل بشكل أفضل ويكون هناك تنصيق مسبق ما بيننا وبينهم وبين دائرة السير والبلديات المعنية في هذه المنطقة نعم برأيك مثلا العمل على منطقة رجرجة أو بهذا الشكل اللي رأينا وهو سيء جدا على السيارات مثلا ألا نستعيد عن ذلك مثلا بوجود أو تواجد الشرطة باستمرار صحيح نحن كشرطة مرور يعني لن نتواجد على فترات محددة حسب أمر العمليات خاصة يعني تعرف وضعنا في محافظة طول كريم خاضع لجهات عدة يعني ضمن إمكانياتنا نتواجد في هذه المنطقة حسب الإمكانيات نتواجد على فترات معينة في زمنانة في المغافر الموجودة في المنطقة يقوم بعمل حواجز مرورية لكن العاطق الرئيس يقع على عائق القائد المركبي يعني على مستوى محافظة طول كريم وللأسف يعني محافظة طول كريم ومن خلال بداية العام ولغاية واحد احداش كان عنا تقريبا 11 حالة وفاة يعني أنت بتحدث عن محافظة طول كريم في محافظة طول كريم 11 حالة وفاة يعني هذا رقم شهر 11 يعني كان عنا حواذث سير مؤسفة يعني ودائمية بس كان يعني أكثر صاحب المركب هو يتحمل المسئولية في هذه الحوادث يعني من ضمن هذه الحوادث كان هناك حواذث سير كان فيهم استهتار من قبل صائقي المركبي يعني على سبيل المثال في عنا هذا السير في ارتاح كان قائد مركبة سلم مركبته لفتاق قاصر من أجل إرجاعها للخلف وأثناء رجوع المركبة للخلف تسبب هذا الفتاق قاصر بخطل صاحب المركبة الذي أدى إلى وفاته كان في عنا هذا السير يعني قبل ثلاث أيام في بلعة صديقين قام أحد الأصدقاء بالجوز على مقدمة مركبة صديقه والسير به نحو الأمام تقريبا 100 متر مما أدى إلى وقوع عن المركبة عن مقدمتها أدى إلى كسر في الدماغ ونزيف داخلي مما أدى إلى وفاته لاحقا يعني هناك حوادث سير يعني صائق المركبة هو يعني قائد المركبة يجب أن يكون مدرك لطبيعة الشارع الذي يصير وأن يتوقع الأخطاء من الجميع أن يتوقع الأخطاء من الغير يعني عندنا حوادث يعني كثير صارت على مفرق المسلخ ودار الحديث عنه كثير في وسائل الإعلام مفرق المسلخ أيضا يعني كان في عنا على حادث وفاء حالتين وفاء بسبعة عدم نصيار للإشارات المرورية اللي هي إشارة قف كانت موجودة على المفترق عدم نصيار للإشارة أدى إلى حادث سير عنا حوادث على برتاح عنا في ذنبية عنا في أكثر من منطقة شارع نابلس كلها نتيجة عدم الالتزام والتعليمات الشواخص المرورية السرعة الزائدة عدم أخذ الحيطة والحضار عدم أخذ تدابير اللازمة للعابرية الطريق يعني كلها قائد المركبة المسؤولية هو السائق أصلا سائق المركبة يعني بشكل كبير سائق المركبة يعني لو هناك اتباع للإشارات المرورية والتوعية المرورية التي نقوم بحنا في دورنا في شرط المرور أو من خلال العلاقات العامة في شرط المحافظة نقوم بإعطاء رشادات وتوعية مرورية يومية من خلال المدارس أو من الجامعات أو من خلال وسائل الإعلام من أجل أن نصل إلى بيئة مرورية آمنة في فلسطين وفي محافظة طول كلم بشكل خاص يعني نحن نتحدث عن 11 حالة وفاة يعني هذا وضع بأساوي يعني أظن أنه في كل شهر يعني تقريبا هم مش في كل شهر حالة وفاة أما المجموع معدل هم 11 حالة وفاة وإحنا في شهر 11 يعني تقريبا فنأمن من الله عز وجل يعني في العام القادم أن تكون محافظة طول كلم وجميع محافظاتنا خالية من حواسف السير ونتمنى السلام العام للجميع إن شاء الله طب نتحدث عن طبيعة الإصابات الأخرى غير مثلا حالة الوفاة هل هناك إحصائية مثلا؟ تقريبا نعم صحيح عندنا حواث السير في محافظة طول كلم عندنا 378 حاذ السير نتج عنها 475 إصابة من ضمنهم 11 حالة وفاة ما تبقى من باقي الإصابات هناك عندنا إصابات خطيرة ما زالت في المستشفى لغاية الآن ونتمنى لهم الشفاء العاجل وعندنا إصابات بسيطة وعندنا أيضا تسببت هذه الحواث في إعاقات جسدية يعني هذا يكون يعني لما الحالة السير بسبب إعاقة وبسبب وفاة وبسبب يعني إصابات بليغة يعني زي ما تفضلت حكيت سعادتك يعني بتكون مأسال للعائلة ولا محافظة طول كلم بشكل خاص يعني عندما واحد يفقد قدمه أو ساقه يعني مشكلة صراحة يعني زيد عبئ على المجتمع من خلال حواث السير التي تحصل في المنطقة المحافظة طول كلم ذكرت سيد ماهري يعني عدم الإنسياع لإشارات المرور أو لقوانين السير ولكن نلاحظ أحيانا أيضا إشارات المرور غير واضحة من يتحمل مسؤولية لذلك يعني إحنا كمرور كشرطة في عنا جولة أسبوعية أو جولة شهرية يقوم فيها فريق مختص من عنا من قبل خبرها حواث السير نقوم برفع توصيات إلى الجهات المعنية ومنظمها البلدية بالتحديد يعني على سبيل مثال الأشتال أو الأزهار التي تزرع على جوانب الطريق أو في وسط الجزر رفعنا أكثر من توصيات البلدية من أجل تهذيبها أو تخصيرها أو يعني زرع يعني ورود يعني يكونش فيها طول تحجب الرؤية تسائق المركبة يتعلق بالإشارات نقوم بعمل جولة أيضا مع المهندس في بلدية التركة المهندس علاء ورفع توصياتنا برضو للبلدية يعني هناك بين بداية العام وبداية العام الدراسي قمنا برفع توصيات البلدية من أجل إعادة ترسيم خطوط المشاة ترسيم خطوط المرور بشكل عام يعني وتأهيل شواخص المرورية من جديد ولكن حسب إمكانيات البلدية ما زالت تعمل البلدية جاهدة يعني وهي مشكورة على دورها وإن شاء الله يعني يكون فيه تغيير شامل لجميع الإشارات وفيه هناك نقص ببعض الإشارات في بعض الطرقات أيضا قمنا برفع توصيات إلى البلدية يعني في الشي شغلة من خلال الجهة السيرة المحلية برئاسة أعطفة المحافظ نقوم برفع توصياتنا إلى جميع الجهات المعنية من متعلق في حالة السير وفي الطرقات بشكل عام يعني خلال هذه الفترة كان هناك حملات مثلا أو تقومون بحملات تعطينا فكرة عن طبيعة هذه الحملات وماذا تستهدفون في كل الحملة؟ صحيح يعني مع اقتراب فصل الشتاء مبكرا لهذا العام هناك خطة مرورية شاملة من قبل لدار عام للمرور وهي حملة الفحص الشتاء وسنقوم بها خلال الأيام القادمة إن شاء الله كان لدينا حملة أيضا مرورية ومشتركة مع الإخوة في الدفاع المدينة للسلام العامة وهي ما يتضمن المركب من طفاية حريق إلى صندوق إسعاف وكيف يستطيع السائق أن يتعامل مع طفاية المركب حيث وقع هذا السير أيضا في بلعة قبل الجمعة سائق المركب العمومي لم يقوم باستخدام طفاية الحريق لعدم معرفته كيفية استخدامها فقمنا بحملة مشتركة مع الأخوة في الدفاع المدينة من أجل توعية السائقين وتوعية المواطنين بشكل عام على استخدام الإسعافات الأولية وطريقة استخدام طفاية الحريق طفاية الحريق والإسعافات الأولية هل هي ملزمة لكل السيارات سواء العمومية والخاصة أم؟ صحيح هي لكل قائد مركبي لكل قائد مركبي ولكل إنسان يعني يجب أن يكون مدرك لطبيعة الإسعافات الأولية يعني هناك حوادث سير تحصل في مناطق نائية خارج محافظة طول كريم يجب أن يكون سائق المركبة أو من معه في المركبة عنده لو فكرة أولية أو معلومات أولية عن كيفية الإسعافات الأولية أو كيفية استخدام طفاية الحريق يعني يمكن أن ينقذ فيها أرواح يعني في الدقائق نعم وأيضا القضايا أو الأشياء الأساسية التي يجب أن تتوفر في كل سيارة مثلا من أجل أن تكون سالمة وآمنة صحيح يعني إحنا اعتمادنا بشكل كبير على ترخيص المركبة من قبل دائرة السير والدونوميتر يعني يجب أن تخضع المركبة لفحص دقيق وشامل من قبل الإخوة في دائرة السير وفي جهاز الدونوميتر في المركبة في دائرة السير من أجل أن تكون المركبة سالمة للسير على الطريق يعني إحنا بدورنا كشرطة نقوم بفحص يعني أولي للمركبة عند إيقافها من قبل حاجز مروري أو من قبل الشرطة نقوم بفحصها سواء من خلال الترخيص أو التأمين أو من خلال ميكانيكيات المركبة من خلال خبراء الحوادث وإذا تضحب أن المركبة غير سالحة صالحة للاستعمال نقوم بإنزالها عن الشارع وعادة ترخيصها من جديد من قبل الأخوة في دائرة السير ولكن نتمنى من الأخوة في دائرة السير التجديد على ترخيص المركبات والتجديد بشكل كامل خاصة مع قدوم فصل الشتاء أن تكون ترخيص المركبة من جميع نواحي المركبة ميكانيكيا وفنيا كمواطن عادي بما إذا تنصحه للتأكد من سلامة مثلا سيارته كوني سائق مركبة عادة عن وظيفتي الرسمية كوني سائق مركبة يجب تفقد المركبة من جميع أمورها فنيا وميكانيكيا سواء البريكات خاصة مع فصل المساحات الزجاج البخخات الزجاج الأضوية الإنارة بشكل كامل أحزمة الأمان خاصة أحزمة الأمان من خلال حواث السير اللي حصلت لو كان في استخدام لحزام الأمان كان عدد حواث الوفاء أقل بكثير يعني أنا شاهد حواث السير وفاء على شارع نابلس كان نتيجة عدد استخدام حزام الأمان مما أدى إلى خراج الراكب اللي جنب السائق خارج المركبة وبفضل لأنه سائق المركبة كان واضح حزام الأمان يعني مما تبقى داخل المركبة الأخ المواطن اللي توفى كان ما كانت حاطة حزام الأمان نتيجة السرعة وانقلاب المركبة أدى إلى قضفه خارج المركبة مما أدى إلى وفاته يعني اعتقادي والأعمار بيد الله اعتقادي لو كان حاط حزام الأمان كان يعني ربنا نكتب له حياة جديدة في هذا الموضوع سيد ماهر بالفترات أو أحيانا كلنا نشاهد مثلا الرادار نعم صحيح والآن لم نشاهد الرادار وكان له صدى ونتيجة ومفعول ممتاز على حركة السير والشوارع يعني بمثل تفضلت فيه بالرادار الرادار ما زال موجود لدينا قمنا بإرسال عدد من طاقة المرور لدينا من أجل أخذ دورات متقدمة في مجال الرادار إن شاء الله سنستأنف العمل بجهاز الرادار في أقرب وقت ممكن زي ما حكيت لك أنه ودينا طاقة متخصص من أجل تدريب على جهاز الرادار لأنه هناك كان في عدة انتقاضات من قبل السائقين بأنه الرادار مش موجود لازم أشوفه لازم أشوف مخالفتي فلما عملنا حملة الرادار بجزء أنتو شاركته وجيت وصورته في الموقع تم صرف جهاز الرادار لمحافظة طول كريم دقيق ومهني وعملي يضبط سرعة المركبة والمسافة التي تم ضبط السائق عليها ولكن الثقافة المرورية نتأمل أن يكون هناك ثقافة مرورية بعيدة عن الرادار وبعيدة عن الشخص لازم يكون هناك قناعة ذاتية من سائق المركبة أو من صاحب المركبة بأنه يكون عنده ثقافة مرورية يعني عدم السرعة أعطاء حق الأولوي للمركبات على اليمين وغير ذلك من أمور لازم تدرك بأنه توقع الأخطاء من الآخرين سواء من المرة أو من المشاء أو من المركبات وعدة أمور لازم يكون هناك ثقافة مرورية لدى الجميع لدى جميع فئات المجتمع ومن يتعلق بحوظة السير يجب أن يكون هناك تعالى تكافل وتظافر الجهود ما بين فئات المجتمع خاصة في محافظة طول كريم سواء من شرطة أو من مجتمع المحلي يجب أن يكون هناك مسأند من الجميع من أجل الحد والقضاء على حوظة السير في محافظة طول كريم والشيء الأخير الذي نتحدث عنه الآن وهي الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بخير يعني إحنا في إدارة المرور ومن خلال عمليات الشرطة في محافظة طول كريم وبناء على توصيات وتوجيهات السيد المقدم معروف البربري نقوم بوضع خطة مرورية تتعامل وحسب الميدان يعني على ما حسب اعتقادي بأنه العيد الأضحى المبارك كان يعني حركة فيه حركة غير نشطة يعني بشكل عام مع العياد السابقة حيث كنا نقوم بإغلاق الشوارع من فترة أسبوع لكن نتعامل مع الميدان وحسب الوضع الميداني يعني سنقوم بإغلاق بضع من الشوارع مثلا على سبيل المثال منطقة الزغل شارع باريس مفرق المقاطعة من عند المستشفى حسب الازدحام المشام من أجل تسهيل حركة التسوق للأخوة المواطنيين وأيضا تسهيل الوصول بشكل أسرع للأخوة السائقين المركبات ونتمنى أن يكون عيد سعيد على الجميع وتمنية لكم بكل خير إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير وأنتم بخير وشعبنا بخير إن شاء الله وكل عام وشعبنا الفلسطيني بألف خير شكرا على حسن المتابعة والإصغاء على أمل لقائي بكم في الإسبوع القادم إن شاء الله وصباح الخير طول كرم صباح الخير فلسطين صباح الخير يا وطني وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر